رواية أنه طوله ستون زراع يعني هاي الرواية بص يا غيري أولا ما في رواية تقول أن الله عز وجل طوله ستون زراعا الرواية تتكلم عن سيدنا آدم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته ستون زراعا يعني ستين زراعا عائدة على سيدنا آدم وليس عائدة على الله الحمار اللي بيروجها ألا وهو حمير ضحك عليكم ارجع للرواية أنا أقول لك روح بعيد دي اكتب كده أن الله عز وجل خلق آدم على صورته وشوف تفسيره العلماء هل في عالم واحد قال أن ستون زراعا عائد على الله طب فيها الخطيب واحد سني قال أن ستون زراعا عائد على الله أو اللي حتى كتاب واحد ولا حتى طفل سني في أي حتة يعني شوف في أي حتة لا يعمل ميكي وبطوت مجلة ميكي وبطوت ولا تنتان ولا بلوتو هل أنتوا شفتوها أساسا في أي مجلة منسوبة لا للسنة الجماعة أو أي كتاب أو أي قول عالم أو أي قول طفل قال أن الله عز وجل ستون زراعا أو أن هذه الرواية تحكي عن الله يعني أن الله هو ستون زراعا لا تدخلوا حد يضحك عليكم